مع الأسرة المسلمة مع الدكتور أبو الفتوح عاقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد سيد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة أسأل الله أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفاه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد اللهم اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين اشملهم يا ربنا بصلواتك وتسليماتك ورضوانك وأكرمنا اللهم كما أكرمتهم وألحقنا جميعا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين وأحشرنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام في زمرة الحبيب المصطفى وتحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات ويصرني أن ألتقي بحضراتكم في برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة وأسأل الله في البداية أن نكون أهلا للبلاغ عن الله رب العالمين وأهلا للبلاغ عن سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم بل وأن نكون أهلا لهذه الرسالة وأن نكون قادرين على مخاطبة الأسرة المسلمة بكامل أفرادها بما يعود عليها بالنفع اللهم آمين أيها الأحباب اسمحوا لنا في البداية وقبل أن نتقدم إلى حلقة هذه الليلة وهي عن اليتيم اسمحوا لنا في البداية أن نقدم رجاء لكل من تولى أمر المسلمين على أرض بلدنا الطيبة لكل من نال ثقة المواطنين على أرض هذا البلد المبارك واحتل موقعا هنا أو هناك ولكل من يعنيه أمر مصر العزيزة ولكل من تحمل أمانة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة اسمحوا لنا أيها الكرام وأياتها الكريمات أن نقول للجميع اتقوا الله في الأمانة لكم قلنا لكم وقال غيرنا من الحريصين على أمن مصر وعلى مستقبلها كم من عزيز قدم نصحا وتوجيها ورجاء كما أقدمه الآن وطلب من المخلصين أن يجعلوا المصلحة العليا للأمة في المقام الأول وأن يؤثروا ما عند الله عز وجل على ما يؤملونه في هذه الدنيا من مصالح وفوائد زائلة أود أن أنضم إلى هؤلاء جميعا فأقول لله رب العالمين اتقوا الله أيها الأحبة في الأمانة الأمور تعقدت والاعتصامات كثرت والإضرابات وبعد أن كنا في فرح بثورتنا المجيدة على مدار عام كامل فإذا بنا في هذه الأيام نخشى المستقبل ونتخوف منه ويعلن الواحد منا للآخر أو للآخرين أن المستقبل لا يعلمه إلا الله وهو الحق ولكننا نقول ذلك وقسمات الوجوه تسفر عن مرارة وحزن واضطراب وخوف من المستقبل ذلك أننا نتابع الأحداث يوما بعد يوم ولا نجد الأمور تسير كما كنا نتمنى فأصبحنا وأمسينا في خوف شديد والطراب النفسي لا يعلم حاله إلا الله نقول اتقوا الله عز وجل في الأمانة التي عهد الله عز وجل بها إليكم واستقرت في أعناقكم وآثروا كما قلتما عند الله عز وجل واجعلوا لله عز وجل الكلمة العليا واجعلوا للوطن وللأمة أيضا المصلحة العليا واعلموا أن الله قد انتدبكم في مرحلة دقيقة ومهمة لأداء رسالة فكونوا أهلا لها وكونوا أهلا للثقة التي أولاكم الشعب إياها تقدمتم بمشروعكم الإسلامي ووعدتمونا خيرا وعندما اخترناكم اخترنا الإسلام واخترنا الشريعة وقلنا حانت الفرصة الذهبية للعودة إلى الله للعودة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للعودة إلى الشريعة الغراء فرصة لم تسنح من قبل وعلقنا عليكم الأمال ووثقنا بكم واخترناكم وآثرناكم على غيركم يعلم الله انحيازا للإسلام في المقام الأول وانحيازا إلى مصلحة الوطن نعم ولعلكم تعلمون ذلك وجاء الدور عليكم للوفاء بما عاهدتمون عليه جاء الدور عليكم لكن الذي يقرأ الساحة هذه الأيام يخشى من المستقبل ويضع يده على قلبه نعم كلنا نضع أيدينا على قلوبنا ونسأل الله عز وجل أن يهديكم جميعا وإيانا إلى الطريق المستقيم نعم الأمور تجري ونتابعها جميعا لكننا لسنا على الدرجة لسنا على درجة التفاؤل التي كنا عليها منذ شهرين أو أكثر كنا متفائلين ولازلنا بإذن الله لأننا نعبد ربا قديرا حكيما عليما لا يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء وما دمنا نثق بربنا وإنه لا الحق بعينه فإن التفاؤل فإن التفاؤل لن يغادر أنفسنا ولا قلوبنا أبدا لكننا نقدم رجاءا لوجه الله عز وجل ونقدم رجاءا لإخواننا الأكارم أيضا ونقول وعدتمونا وعاهدتمونا فكونوا عند العهد وعند الوعد ولا تزيد الأمور تعقيدا واضطرابا كفانا ما عانيناه كنا نفاخر بالكوادر الإسلامية التي تبوأت مواقعها في نفوس الناس وتبوأت مواقعها في شتى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وما زال الأمل يراوذنا إن شاء الله أن نستكمل هذه المسيرة المظفرة بمزيد من الرجال الثقات لا زال الأمل يراوذنا وربنا الكريم هو المستعان فيا أحبابي أرجوكم لوجه الله تبارك وتعالى لا تعملوا لحسابكم الخاص لا تعملوا لحسابكم الخاص اعمالوا لله اخلصوا النية لله تريدون رئيسا مسلما تقيا الساحة والحمد لله ممتلئة بنماذج مشرفة ممن طرحوا أنفسهم ورشحوا أنفسهم هناك عدد من الطيبين الذين نثقوا بهم نعم وأنتم تعرفون كلهم ثقات ونفوض أمر سرائرهم لله رب العالمين إن كنتم تريدون الرئيس المسلم فقد رشح كثيرون كثيرون أنفسهم لنيل شرف هذا الموقع ولنيل ثقتكم واسمحوا لي أن أقول وأنتم تعلمون من أعني كلهم ثقة وكلهم جذير بثقتنا ممن نعرف وتعرفون ولقد عبر الشارع وعبرت المؤسسات والأفراد في الأوينة الأخيرة عن ارتياحهم وسعادتهم وتأييدهم لشخص بعينه كان يكفين ذلك كان يكفين ذلك دون أن نعقد الأمور ودون أن نتصارع أمام الناس ونحن أصحاب تجربة إسلامية فريدة متميزة بعد أن منّ الله علينا وخلت الساحة من الجبابرة الطغاة كانت فرصة ذهبية لنقدم للعالم أجمع وليس للأمة الإسلامية فقط وللأمة العربية كانت فرصة ذهبية والعالم كله يتابعنا وقد أحنى الرأس إجلالا لثورتنا المباركة وظل يتابع عن كثب ماذا نحن صانعون في عهد الحرية العالم يتابع كانت فرصة أن نقدم للعالم النموذج الأرقى للمشروع الإسلامي على أرض بلد رائد هو مصر حتى نعلم الأمة في كل دولها بمشروعنا أو نعلمهم مشروعنا العظيم أما وقد صارت الأمور إلى ما صارت إليه فنفوض أمرنا إلى الله تبارك وتعالى ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكني أقول بأمانة ضيّعنا ضيّعنا فرصا كثيرة وكم قلت لحضراتكم في برنامجنا هذا وقاله غير كثيرون من إخواننا قلنا وما زلنا نقول العالم كله ينتظر من مصر على وجه الخصوص أن تتقدم بمشروعها بدستورها بالقوانين المعتمدة على شرع الله عز وجل نقدم ذلك كله بإذن الله لننتشل عالما كبيرا من مستنقعات الترد والانحلال الخلقي وضياع الحقوق ومن مستنقعات الدماء والعدوان والإثم العالم كله ينتظر والله الإسلام ليأخذ بيده إلى الطريق المستقيم ولو كنا نفكر في موقفنا هذا وما نحن عليه لو كنا لو كنا نفكر تفكيرا إسلاميا لو كنا على مستوى موقفنا ومشروعنا ومستقبلنا وريادتنا للعالم الذي ينتظرنا لو كنا نفكر بهذا المنطق السديد ونفضل ما عند الله عز وجل ونقدم للعالم كما قلت نقدم للعالم منهجا قويما لو كنا نفكر بهذا المنطق ما تعقدت الأمور على أرضنا وأصبحنا نقرأ شماتة واضحة من العلمانيين وممن سواهم ممن هم على الأرض بل أقول ما هو أبعد من ذلك هناك كثيرون من العقلاء الذين أثنوا خيرا بدأوا الآن يتحدثون بمنطق آخر وبأسلوب آخر أحزن كثيرا حينما أقرأ لغة الشماتة ولغة الخوف من المستقبل ولغة من يقولون قلنا لكم منذ عدة أشهر كذا وكذا ولم يستمع أحد إلى ما قلناه والله أيها الأحبة لا تعلمون كيف أتلقى مثل هذه الإشارات المحزنة المؤلمة إشارات الشماتة وإشارات التحذير في النهاية لو كانت المسألة مسألة مرشح يجمع الناس عليه ظهر من بين إخواننا الأكارم المتقدمين ظهر من بينهم من هم أهل للثقة من فضل الله عز وجل وكان ينبغي أن نساند واحدا منهم ممن نرى إجماعا عليه أو شبه إجماع أو ما إلى ذلك لكن الأمور تفلتت وأخشى في النهاية بعد هذا الصراع أن يتقدم لها من لا نريده أخشى على كل كان ولابد أن أبضي هذه المشاعر الأخوية التي تمثل كذلك نبض الشارع الذي أتعامل معه طوال النهار وأسمع من إخواني أينما وليت وجهي وكان ينبغي في بداية هذا اللقاء أن أنقل إليكم مشاعر الناس وما يتحدث فيه الناس بقدر الفرحة التي كانت تملأ قلوبنا بقدر ما نحن الآن في حالة حذر وخوف أسأل الله العظيم من فضله وكرمه والمسلم لا يفقد الأمل أبدا أسأل الله عز وجل مخلصا أن يبصر إخواننا الذين ولاهم الله أمورنا أسأل الله مخلصا أن يهديهم إلى الطريق المستقيم وأن يبصرهم بالحق وأن يجنبهم الفتن وأن يكفيهم شر أنفسهم الأمارة بالسوء وأن يؤثروا ويفضلوا ما عند الله عز وجل على هذه الدنيا الزائلة وأقول مرة أخرى ما تزال الفرصة سانحة لتقدموا تجربتكم الإسلامية الرائعة وقد هيأ الله لها من الأسباب ما لم يتوافر منذ عشرات السنين نعم أقول الإخوان ما زلنا من فضل الله أو ما تزال الفرصة سانحة إن شاء الله لتقدموا بلدكم وإسلامكم والحلول الإسلامية الناضجة والمؤكدة لكل معاناتنا على أرض بلدنا ولكل القضايا المعلقة والله إن إسلامنا العظيم لجدير بتقديم كل الحلول بإذن الله واتقوا الله اتقوا الله وانشغلوا بإرضاء الله قبل أن تعملوا لحساب أفراد الأفراد زائلون راحلون ولن يبقى سوى وجه الواحد القيوم لن تبقى سوى الصحائف أيها الحبة نشط أهل الخير في الأوينة الأخيرة للاحتفال بيوم اليتيم وهو يوافق الأولى من شهر إبريل من كل عام ينشط أهل الخير وأهل الجمعيات الإسلامية والمجمعات الإسلامية وعلى كل المستويات نتابع احتفالات وهو جهد مشكور على كل حال وجز الله وجز الله خيرا كل من قدم لليتيم خيرا وجز الله كل من أخذ بيد يتيم مسلم أو غير مسلم وحرص على نفعه نشكر هذه الجهود ونسأل الله كما قلت أن يجزيكم عنها كل خير لكن في الحقيقة ينبغي أن نقول لإخواننا اليتيم ليس له يوم في كل عام في يوم الرابع في اليوم الأول من إبريل وإنما له عندنا معاشر المسلمين له ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أي أننا نحتفل باليتيم على مدار العام نعم وله عندنا في الإسلام منزلة متميزة بل إن من أراد الجنة من أراد الجنة فعليه باليتيم فحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باليتيم خيرا ووعد من يحرصون عليه وعلى مصلحته وعلى تعليمه وعلى تربيته وعد من يحرصون على ذلك وعدهم الجنة وقال فيما يروي سهل بن سعد أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ورفع السبابة والوسطى وفرق بينهما صلى الله وسلم وبارك عليه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا والحديث صحيح في البخاري وغيره كفالة اليتيم إذا وجدت نفسك مشغولا بها مهتما تمارسها بسعادة فاعلم أن الله قد اختارك وولاك وولاك أمر اليتيم وهيأ لك عملا عظيما هو باب من أبواب الجنة وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة والحديث عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأظن أن راو الحديث وسيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه انظر إلى نهاية الحديث ماذا يقول وأحسابه قال أنس رضي الله عنه يقول وأحسابه قال وكالقائم لا يفتر وكالقائم لا يفتر أن يظل طوال الليل قائما لله رب العالمين لا يرتاح ولا يجلس وكالصائم لا يفتر انظروا إلى المنزلة يا من ولاكم الله الله أمر اليتام يا عم اليتام ويا خال اليتام اعلم رحمني الله وإياك أن الله عز وجل قد هيأ لك فرصة ذهبية لترفع لترفع رصيدك بها عند قيوم السماوات والأرض أبناء أختك اليتام أمانة في عنقك أبناء أخيك اليتام أمانة في عنقك اسمع اسمع هذا الحديث عن أب الدرداء عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من قسوة قلبه الرجل يشكو قسوة القلب عنده فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك أتريد أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك ارحم اليتيم ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك اللهم صل وسلم وبارك عليه التعامل مع اليتام والحرص على حق اليتيم والحرص على تعليم وتربية اليتيم يلين ويرقق القلوب ويهذب النفوس وتقضى بذلك حاجتك إن شاء الله نعم تقضى حاجتك بإذن الله رب العالمين هذا باب باب عظيم ولكن المطلوب أن نرتقي بقضية اليتيم فالمسألة ليست مسألة إطعام وشراب ومسكن فقط الأمر أعظم من ذلك بل ونريد له نشاطا يزيد على ذلك بل نتمنى إن شاء الله من الحكومة في المستقبل القادم أن تضع يدها على مشروع عملاق وعظيم يرعى اليتام ولا يجعلوهم عرضة لمد اليد ولا لأهل الإحسان منحوهم أم لم يمنحوهم نريد إن شاء الله جهازا طربويا عملاقا وكبيرا يتولى أمور اليتام على أرض نصر إن شاء الله حتى نحسن طربيتهم وحتى لا نتركهم للشارع لأنهم يمثلون كما قلت إذا نحن أهملناهم ولم نعاملهم معاملة أبنائنا ولم نلحقهم بالمؤسسات الطربوية التعليمية ولم نحسن إلى النوابغ منهم إن لم نفعل ذلك فإنهم سيحقدون سيحقدون وسيكونون قنبلة موقوتة تنفجر في الوقت المناسب نعم سيحقدون ويتحولون إلى عالم الإجرام لأننا اهتممنا بأبنائنا وتركناهم وأهملناهم بل هناك من يأكلون حقوقهم عمداً إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً أعزائي الأكارم اسمع ماذا يقول رب العزة في صورة البقرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير خير ما يقدم لليتيم أن تصلحه في تعليمه وتربيته وفي ماله نعم ولذلك قال وإن يخالطوكم فإخوانكم لا مانع مطلقاً لا مانع مطلقاً أن تتاجروا في أموالهم وأن تدخلوا هذه الأموال في مشروعات مثمرة وأن تتقوا الله وأن تعدوا السجلات لتقييد وتثبيت الحسابات وأن تكونوا مستعدين دائماً للحساب وللمراجعة وإن يخالطوكم فإخوانكم إخوانكم فإن أنتم سعيتم في أموالهم سعي خير وشاركتوهم وأشركتوهم في المشروعات المختلفة لوجه الله تبارك وتعالى كان ذلك أفضل من تجميد أولادهم لما جاءوا ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن موقف مال اليتيم هل نبتعد عنه ونجمله ونجمده ولا نقترب منه أم ندخله في مشروعات استثمارية في أموالنا ونضبط الحسابات وفق السجلات لله رب العالمين وأقول خير سجل تضبط فيه الأمور والأرقام سجل يفتح مع الله ومع أموال اليتامة وأموال الزكاة ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح لنا رب كريم يراقبنا ويتابعنا من فوق سبع سماوات هل أحسننا التصرف في مال اليتامة لوجه الله هل راقبنا ربنا الكريم في أموال اليتامة هل حرصنا على الاستثمار بما يرضي الله كما نهتم بأموالنا وأبنائنا تماما أم لا عندما ترى الأمر في مثل هذا المستوى من الخطورة لا شك عزيز المشاهد أنك ستكون حريصا وعلى حذر كامل وأنت تتابع مشاريع اليتامة والله يعلم المفسد من المصلح يعلم من يأكلون أموال اليتامة ظلما من هؤلاء المصلحين الطيبين ولو شاء الله لأعناتكم إن الله عزيز حكيم لو شاء ربنا الكريم أيها المتجاوزون الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما ربكم يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعناتكم لأوقعكم في مشقة وانتقم منكم وعاقبكم على ما تصنعون إن الله عزيز حكيم ويقول في صدر صورة النساء وبتل اليتامة اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح سن الزواج فإن آنستم منهم رجدا أنتم تتابعون وتختبرون وتكلفونهم ببعض المهام وتتابعون ماذا هم صانعون فإن آنستم منهم رجدا واطمأننتم إلى حسن التصرف من قبلهم في أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم أعيدوا إليهم الأمانة بعد أن دربتموهم وبعد أن أشركتموهم معكم وبعد أن اختبرتموهم وبعد أن اطمأننتم إلى سلوكهم وحسن تصرفهم ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا تبادرون بدارا تبادرون إلى أكلها وتبذرون في إنفاقها كونوا على حذر يرحمكم الله ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا أي قبل أن يصلوا إلى السن فمن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا كنت أيها القائم على أمر مال اليتامة إذا كنت فقيرا فإن الشرع يتيح لك أن تأخذ من مال اليتام من قدر الجهد الذي تؤديه وبقدر الحاجة دون مبالغة تأخذ قدر الحاجة إذا لم يكن لك مصدر تلجأ إليه في الإنفاق طب إذا لم تكن في حاجة إلى مال اليتام ومن الله عليك بالخير استعفف العفة أفضل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب فإذا دفعتم إليهم أموالهم إذا قدمتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لا مانع مطلقا حتى تنضبط الأمور وحتى تبرئ ساحتك أمام الناس أشهد عليهم أنك قدمت لهم أموالهم كاملة غير منقوصة وأبرأت الذمة وأديت الأمانة على الوجه الأكمل وكفى بالله حسيبة ويسألونك عن اليتامق الإصلاح لهم خير ولذلك كنت أتحدث منذ قليل إلى عم اليتيم وإلى خاله أقول لهما بأمانة وأنا ناصح أمين وحريص والله على كل من ابتلاه الله باليتامة فالخال مبتلى والعم كذلك مبتلى والخال على وجه الخصوص يستطيع أن يؤدي مهمة عظيمة لماذا؟ لحرية الحركة المتاحة له في بيت أخته لأنه شقيق لأنه محرم ويستطيع أن يؤدي كما قلت دورا متميزا في مال أبناء شقيقته فما بالكم فما بالكم بالذين أكلوا أموال الأرامل طيب نتلقى هذا الاتصال الأول ونأسف على طول الانتظار السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هد التلفزيون شوية الله يسترك الله يكرمك يا حبيبي الله يخليك محمد معك مرحبا يا محمد الله يرحبك عم الشيخ يا شيخ بس نحن وعدنا واحد أننا نروح له زيارة آه فجأت الظروف الشغلة حاكمت علينا مش هادرين أن نروح له فهذا الحكم في ذلك بس والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما دمتم مشغولين وغير قادرين اتصلوا به واعتذروا له واقتنموا أقرب فرصة تسنح لكم إن شاء الله للوفاء بالوعد إخواني الأعزاء قلت للخال بالذات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل الله يكرمك الحمد لله عندنا في ندخ الشيخ بنت الجران يتيمت الأب بتجاهز ما عندهاش أي حاجة ليها عمام ما بيجهزهاش ولا تقولها أي حاجة يا الله تنسى فأنا علاقتي بيها ببسيطة فبسألها قالتلي أنا أتجاوز ومعنديش أي شيء فقلت للجران وللإخوات والقرايب ولمت كل شيء بس لما بقول بقول إيه ده ناقصها كذا وكذا وأنا جبت لها كذا وكذا فلانا ديتني وفلانا ديني هل ده حرام عليها أنا لغاية حتى النهاردة الحمد لله دخلتها النهاردة الحمد لله بعمل لها حاجات برضو هل لما بقول حرام أنا بقول للي هاخد منه مش بقول للناس كلها أنا بقول لناس هاخد منها بس فبشجحها وأقول لها زي فلانا جريتنا ديتني واختي فلانا ديتني هل ده حرام عليها يا فندم أولا أسأل الله أن يبارك لك وأن يتقبل منك ومن كل من ساهم في هذه العملية المباركة وأسأل الله كذلك أن يتم على ابنتنا بالخير وأن يصعدها إن شاء الله وأقول لك لا شيء عليك أبدا بإذن الله لأنك لا تجاملين الناس بل تقولين ذلك لتشجعي غيرهم على التعاون والمساهمة إن كان هذا هدفك فأبشري بالخير ولا شيء عليك بإذن الله وربنا يأجركم خيرا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم عليكم السلام تفضلي يا شيخ آني أم محمد من عراق عندك سبعة أيتامة عندك إيه؟ طب بس هد التلفزيون أولا سبعة أيتام هدت التلفزيون سبعة أيتام عندك سبعة أيتام نعم نعم بتلعت التسئين إلى هالساءات اتولياتي بتربياتهم والحمد لله ربنا يأجورك خيرا بس يعني كل اشتغلت فراشة واشتغلت يعني سويت أدوية وكل الأعمال القوة يرباها سويت والحمد لله وسط المرحلة زينة والزوجة وخمسة هم إن شاء الله بس أولادي عندي أحمد الحمد لله بس طه أريدك تدعيلها شوية شوية عند الحاج ما يصلي طيب حاضر حاضر طيب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم زكي شيخنا الله يكرمك والله شكرا لنا أحبك في الله أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وربنا جمعنا احنا وجمع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب اللهم أمين اتفضل يا حبيبي وتابعا أقول أخواننا اللي هم في مجلس الشعب أنه احنا توسلنا فيكم الخير فكونوا عند حق ظننا بيكم جدع ضيفت عليه بي حاجة والحاجة التانية بقول الإخوان اللي هم خدت بلك الإخوة اللي هم بقول لك إحنا ثلفيين ودلأ إخوان إحنا كلنا نتدعمين لوحد رب الله وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبع السبل فتفرع بهمكم عن سبيل نعم إحنا طالما تتعقل لنا تحتلواء لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فيش فرق الله يفتع عليك ببن خدت بلك إخوان أو سلفي أو 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 تبليغ أو دعوة احنا كلنا تحتشعر لا إله إلا الله محمد رسول الله نفسي نوحد الأمة كده التوحد حول كتاب الله وسنة الرسول لله صلى الله وأنبأ على حاجة إن شاء الله أننا في اليام الكامرية يعني جزاك الله خيرا أن تبلغ معي برضو بسيام اليام الكامرية وفي دعوة للصائم لا ترد فنضع الله عز وجل رحنا صايمين كده أن ربا ستلع يزيح عننا الغمة ويوحد الصف ويبد الحال من حال إلى أحس الحال ويولي علينا من يصلح ويولي علينا خيارنا وجزاكم الله خيرا وجزاكم أسأل الله أن يبارك لك هذا أخ فاضل من ملايين تشاركني المشاعر التي أبديتها في بداية اللقاء مشاعر الحذر والترقب من الأيام القادمة وحق لنا والله أن نخاف وأن نكون على حذر وعلى من ولهم الله الأمر أن يطمئنون الله نحتاج إلى من يغرص الطمأنينة في أنفسنا يغرص الطمأنينة في أنفسنا عن المرحلة المقبلة أعود إلى اليتيم وأقول لعمه قدم له حقه بما يرضي الله تبارك وتعالى وإن مات جده أو إن مات أبوه في حياة جده فقدم له ولإخوانه وأخواته قدم لهم حق أبيهم فيما لا يزيد على الثلث بالوصية بالوصية الواجبة ولا تعنته ولا تلجئه إلى المحاكم وإلى الشك والناس تقلها في حق أبناء أختك وأبناء أخيك فيما يتعلق بالوصية الواجبة هذا حقه ووفق القانون الذي أعد لذلك وارتضاه السلطان وارتضاه علماء الأمة لأنني أتلقى أسئلة كثيرة في هذا الأمر بالذات وهناك من يتعنتون مع أبناء الأخت ومع أبناء الأخ أقول لهم بهذه المناسبة إن الله عز وجل اعتمنكم على أبناء أخوتكم وإخوانكم فكونوا أهلا لها وكما تهتمون بأبنائكم أيضا انشغلوا رحمان الله وإياكم بأبناء الأخ وأبناء الأخت مشروع عظيم وباب من أبواب الخير فتحه الله عز وجل أمامكم فاستثمروه أعظم أنواع الاستثمار والله أن نستثمر في تربية اليتامة وتعليم اليتامة والجلوس مع اليتامة ومناقشة اليتامة وتوسع مدارك اليتامة وتوجيه اليتامة إلى التعليم المناسب وإلى المجالات التي تتناسب مع فكرهم ورغباتهم وتعليمهم واهتماماتهم كما تخص ولدك بالجلسات الأبوية الطربوية العالية اعلم بأن أبناء أخيك أيضا أولى أن يجلسوا مع العم وأنت أولى من غيرك وبدلا من إشراف إحدى المؤسسات الخيرية التي يتحرج منها أحيانا أبناؤنا وبناتنا من اليتامة بدلا من هؤلاء تقدم يا رجل تقدم يا رجل وحز هذا الشرف العظيم وتحمل الأمانة وضمهم إلى أبنائك دون أن تسبب حرجا لأمهم الأرملة كن على حذر رحمني الله وإياك فإن أمرها بالغ الحساسية كما تعلمون لكن نتعامل في النور وبما يرضي الله وبلغة أخوية كريمة ولست غريبا عن أبناء أخيك ولست غريبا عن أبناء أختك فاتق الله عز وجل وتعالى لتسمع هذه البشارة النبوية طيب نلتقي بحضراتكم بعد قليل إن شاء الله ونلقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنت أود أن أقدم بشارة للذين يعملون في مجال رعاية اليتامة عن عمر ابن مالك القشيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضم يتيما لأبوين مسلمين إلى طعامه وجبت له الجنة نكرر هذه البشارة من ضم يتيما لأبوين مسلمين إلى طعامه وجبت له الجنة وما دمنا بصدد الطعام نروي عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما قعد يتيم إلى طعام قوم فيقرب قصعتهم شيطان ما قعد يتيم إلى طعام قوم فيقرب قصعتهم شيطان الله يعني إذا أردتم لأموالكم أن تحل لها البركة وإن أردتم أن يكون طعامكم مباركا بإذن الله وينتفع به كل من يأكلون فأكرموا يتيما وضموه إلى الجالسين إن جلس اليتيم بين أبنائك ولم تفرق بينه وبينهم بارك الله طعامك إن شاء الله ولا يمكن أبدا أن يهان بيت فيه يتيم يكرم يعني انظر مشهد عظيم يعرف قدره كثيرون من الناس أن نضم اليتيم إلى طعامنا بين أبنائنا وأن نحسن إليه ما شاء الله أبشروا بأجر كريم وتعهدوهم بالفكر المستنير يعني لا نسرف في العواطف ونحن ننسى واجبنا الأخلاقية الطربوية الإرشادي مع اليتامة ولا ننسى واجب التعليم مع اليتامة ولا ننسى أن نجالسهم طويلا وأن نحاورهم لنضع أيدينا على مستويات التفكير عندهم ولنضع أيدينا كذلك على القضايا التي تشغلهم وكيف يفكرون في المستقبل يحتاجون والله إلى من يحمل لهم المشاعل ليضيء لهم معالم الطريق محتاجون إلى ذلك أمدوهم بالفكر وبالعلم وبالنصيحة وكونوا على أعلى درجات الإخلاص وأنتم تنصحوا لهم لوجه الله حتى تدخل النصيحة قلوبهم وحتى تتمكن من نفوسهم هذا مجال من مجالات الخير باب من أبواب الجنة أحرصوا عليه وأختتم بالنصيحة التي قدمتها للمسلمين للبرلمانيين لمن ولاهم الله أمور المسلمين وأعز ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تضوم طويلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء